كتاب الذين هبطوا من السماء للكاتب أنيس منصور هذه الكلمات الباقية من ألوف السنين سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذاباً أليماً وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتأس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركب فيها باسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين ولقد نادان نوحاً فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين ولقد آتينا داود وسليمان علماً وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهدى أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيدا فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم فقال الله لنوح نهاية كل بشر قد أتت أمامي لأن الأرض امتلأت ظلما منهم فها أنا مهلكهم مع الأرض اصنع لنفسك فلكا من خشب فها أنا آتي بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء كل ما في الأرض يموت ولكن أقيم عهدي معك فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بيتك معك ومن كل حي من كل ذي جسد اثنين من كل تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك لأني بعد سبعة أيام أمطر على الأرض أربعين يوما وأربعين ليلة وأمحو عن وجه الأرض كل قائم عملته ففعل نوح كل ما أمره به الرب سفر التكوين وإذا بريح عظيمة جاءت من الشمال سحابة عظيمة ونار متواصلة وحولها لمعان ومن وسطها كمنظر النحاس اللامع من وسط النار ومن وسطها شبه أربع حيوانات وهذا منظرها لها شبه إنسان ولكل واحدة أربعة أوجه ولكل واحدة أربعة أجنحة وأرجلها قائمة وأقدام أرجلها كقدم رجل العجل وبارقة كمنظر النحاس المسقول وأيدي إنسان تحت أجنحتها على جوانبها الأربعة وأجنحتها متصلة الواحد بأخيه لم تدر عند سيرها كل واحد يسير إلى جهة وجهة أما شبه وجوهها فوجه إنسان ووجه أسد لليمين لأربعتها ووجه ثور من الشمال لأربعتها فهذه أوجهها أما أجنحتها فمبسوطة من فوق لكل واحد إثنان متصلان أحدهما بأخيه واثنان يغطيان أجسامهما أما شبه الحيوانات فمنظرها كجمر نار متقدة وللنار لمعان ومن النار كان يخرج برق ولما سارت سارت على جوانبها الأربعة لم تدري عند سيرها فلما سارت سمعت صوت أجنحتها كخرير مياه كثيرة كصوت الغدير صوت كصوت جيش ولما وقفت أرخت أجنحتها الكتاب المقدس حزقيال الماشي على أجنحة الريح الصانع ملائكته رياحا وخدامه نارا ملهبا الكتاب المقدس المزامير جئت لألقي نارا على الأرض الكتاب المقدس لوقة في الشهر الثالث من السنة الثانية والعشرين رأى الكاتب دائرة من النار في السماء ليس لها صوت ولها طول وعرض الزورق الكبير وخاف ومعه آخرون وذهب إلى فرعون واجتمع فرعون وكثير من الجنود ورأى الكتاب المقدس ورأوا كرة النار وخافوا وفي اليوم التالي تكاثرت كرات النار في السماء ولم يفهم أحد أي شيء واتجه رجال الدين إلى المعابد وطلب فرعون إلى الكتبة أن يسجل ذلك ورقة بوردي في القسم المصري بمتحف الفاتيكان وعندما كنت أتحدث إلى أبنائي حملني الرجلان إلى السماء وأنزلاني في السماء الأولى وأطلعاني على النجوم ونظمها ورأيت مائتين من الملائكة سفر أخنوخ وقال لي انظر وراءك إلى الأرض كيف تبدو لك انظر إلى البحر كيف تراه وكانت الأرض تشبه جبلا والبحر كأنه بحيرة وطر في الهواء أربع ساعات أخرى ثم قال لي انظر إلى الأرض مرة أخرى ثم حدثني كيف تبدو ثم انظر إلى البحر وحدثني كيف يبدو وبدت للأرض بستانا والبحر كأنه قناة صغيرة من الماء ثم ارتفع في الجو أربع ساعات أخرى وقال لي انظر إلى الأرض وانظر إلى البحر ملحمة جلجامش اللوح السابع الإنسان ذلك المجهول جدا جدا ما أقل ما يعرفه الإنسان عن هذه الكائنات التي عاشت قبلنا على هذه الأرض ما أقل ما يعرفه وما أصعب الطريق الذي سوف يسلكه لكي يعرف هذه العبارة جاءت في المحاضرة التي ألقاها العالم الكبير داروين في أواخر القرن التاسع عشر عندما عرف أن أحد العلماء الألمان قد اكتشف العمود الفقري لإحدى الزواحف واكتشف أن له أجنحة ومعنى هذا الاكتشاف أن الطيورة أصلها زواحف وأن الريش قد نبت على جانبي الجسم لينقذها من قسوة البيئة التي عيشتها وقاومتها مئات الألوف من السنين ولم يكن داروين ولا أي أحد يعرف هذه الحقيقة فاندهش ولم يكن هذا الاكتشاف إلا تصحيحا طفيفا جدا في السلسلة التي اهتدى إليها داروين بأن السلالات الحيوانية يتوالد بعضها من بعض والذي قاله داروين يجب أن نقوله في كل وقت فنحن لا نعرف إلا قليلا عن أي شيء في الأرض وفي السماء وفي أنفسنا في الماضي والحاضر والمستقبل ولكن الإنسان بخياله وعبقريته يريد أن يعرف كيف كان الماضي وكيف يكون المستقبل اعتمادا على ما لديه من معلومات حاضرة جاهزة إن الإنسان يحاول من ألوف السنين أن يستحضر ماضيه وأن يستحضر مستقبله أيضا يريد أن يعرف الطريق الذي يجلس عند نهايته والطريق الذي يقف عند بدايته وكان من الممكن أن يعرف الإنسان الكثير جدا عن ماضيه لو لأن الكثير من الوثائق قد ضاعت أو قد أحرقت ولولا أن الأحجار لم تحتفظ له إلا بالقليل ومن هذا القليل عليه أن يؤلف الجمل المفيد من تاريخ البشرية في ألوف السنين لقد مضى على الإنسان زمن طويل ينظر إلى السماء ويعجب بهذا الفستان الأنيق المرصع بالترتر أو يخاف من هذا الترتر الذي له شكل العيون الشيطانية والتي تتربص بالإنسان ومستقبله ولكن أحدا لا يدري أسرار هذه العيون إلا رجال التنجيم الذين امتلأت بهم قصور الملوك والقادة من ألوف السنين فمنذ سبعمائة سنة قبل الميلاد نجد هذه العبارة على أحد ألواح بابل عندما تظلم عشتار أي كوكب الزهرة وتختفي تماما فسوف تكون المذابح على الأرض وعندما تلمع من جديد فسوف تمتلئ الأرض بالأزهار والثمار وفي سنة ألف وستمائة واثنتين فقط استطاع الفلكي الإيطالي جاليليو أن يدفعنا إلى الأمام إلى عصر العقل والعلم ويفتح أعيننا على أحجار لامعة ملتهبة في السماء لمتابعة الاستماع إلى هذا الكتاب حمل تطبيق ستوريتال من رابط التحميل في صندوق الوصف واحصل على أربعة عشر يوما مجانا لا تنسى ضغط اللايك والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد في عالم الكتب الصوتية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر